والله يشهد إن المنافقين لكاذبون علم المنافقون أن أسهل وسيلة لهدم الدين هو إعلان إسلامهم ليحاربوه من الداخل وكان أولهم رأس النفاق سيد قبيلة الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول خاض صراعا مريرا مع النبي صلى الله عليه وسلم للسيطرة على مقاليد الأمور في المدينة المنورة وينسب له المؤرخون الكثير من المواقف المعادية للإسلام منها على سبيل المثال انسحابه والمنافقون من غزوة أحد وفي غزوة بن المصطلق استطاع ابن سلول بدهاء ومكر شديدين أن يدبر حادثة الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها ويوم تبوك كان ابن سلول العقل المدبر لفكرة مسجد الدرار وهو مسجد أسسه المنافقون لتصدر منه الفتن وتصنع فيه الأراجيف لإثارة البلبلة بين المسلمين مشاهدين الكرام يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضل أهلا بك ومرحبا يا أساس فضيلة الشيخ عنوان مقدمة اليوم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هؤلاء هم المنافقون الطابور الخامس الذي يفت في عضو هذه الأمة ويقتل فيها علاقتها بربها سبحانه وتعالى من داخلها هم العدو الخفي الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في أكثر من موضع في القرآن الكريم وتقريبا يعني إذا كانت صور القرآن الكريم المدنية تزيد أو حول 32 صورة تقريبا فابنتكلم أن صور القرآن المدنية كلها لم تخل منها صورة تقريبا إلا وفيها كلام واضح وفضح مباشر لمؤامرات المنافقين وألاعيب أهل النفاق وفضح كذلك لزعمائهم فتكرر ذلك في أكثر من موضع خاصة في القرآن المدني في المدينة منورة نعم لأن النفاق ظهر بعد الهجرة في المدينة فهي الآيات التي فيها كلام يعني صورة المنافقون صورة مدنية صورة التوبة صورة مدنية ومن أسماء صورة التوبة أن اسمها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت حقيقتهم فقضية أو يعني علاقة أو تواجد المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجل البناء إنما كان من أجل الأدم فكلما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بناء جاء المنافقون عليه بناء العقيدة بناء الإيمان بناء الأخلاق وفي كل زمان يخرج علينا منافقوه فنرى مع كل جيل من الأجيال وأمة من الأمم من يتسمى بأسمائنا ويتجه إلى قبلتنا لكنه في ذات الوقت يطعن في الثوابت في ديننا ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا إنه هذا رأيه وكأن هذه مساحة تقبل الرأي رأيك ده لما نقول لك تشرب القهوة سادة ولا عريحة بقول لنا رأيك تشرب شاي ولا قهوة تنام ولا تباد خفيف واخد بالك لكن تتكلم في الدين برأيك يبقى لازم يكون عندك المهارات والأسس التي يتحلى بها العلماء الذين يتكلمون في سنة أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع علينا منافق هذا الزمان وتصل بهم الجرأة والوقاحة إلى أن يسيء إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمنتهى الوقاحة يقولون نفس حاجة اسمها الإسراء والمعراج وإحنا طبعا بهذه المناسبة يعني هذا الشهر هو شهر إسراء والمعراج فيطلع يقولك ما فيش حاجة اسمها إسراء والمعراج ليه يا فلتت زمانك يا مفكر عصرك وأوانك يقولك لأنه لم يلد بشكل صريح في القرآن الكريم يعني أنت مش عجبك السنة فينكر السنة ينكر السنة طبعا ما هي جات في القرآن يقولك اللي جيه في القرآن الإسراء بس طبعا وداء دل على شيء فإنما يدل على تمصئ ربنا سبحانه وتعالى على عقلك وعلى عينك وعلى سمعك لأنك البعيد أحمق وغبي ولا تفهم طيب روحي عم يقرأ في كتب التفسير سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا يقول لكم ما يعني من اللي كاتب كتب التفسير مش ناس قالت رأيها أنا بردب أقول رأيي زيهم زيهم أنت مين أنت أيها الفصل لكن في الحقيقة المسألة يعني تتجاوز هذا الأمر بكثير ولذلك أنا أقول وبعد هذا العرض أنه لا يراد من وراء هذه الشوشرة وهذه الضجة أن يطلع حد يتكلم في مناسبة تواتر العلم وتواترت السنة بثبوتها فيعمل بلبلة بين الناس إلا من أجل أنه هو بس يشوه أو يشوش على شيء معين يعني هو بس عايز يصرف النظر عن مصيبة كبيرة أو حادثة عظيمة تحدث هنا أو هناك لأن القضايا الجدلية التي تصار في الإعلام المصري تحديدا هي قضايا جدلية وأجندات مخابراتية تبثها المخابرات يوما بعد يوم لا من أجل شيء إلا من أجل بس أن هم يشتتوا أزهان الناس ويصرفوا أزهانهم وأبصارهم عن قضايا أخرى أهم العودة إلى أهل النفاق فنريد أن نحضر من هؤلاء في مجتمعاتنا ونحضر منهم بيننا لأن هؤلاء ليست قضيتهم قضية الدين ولا قضيتهم قضية الدعوة ولا قضيتهم قضية الحرص على الثوابت والدين إنما قضيتهم طعن في هذا الدين وإن تسموا بأسمائنا والثابت عند أهل العلم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر نعم جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ وأيضا في سورة النجم هناك آية تحدثت وقالت ولقد رأاه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى هذه آية تدل على المعراج وهي آية صريحة عرض فيها ربنا سبحانه وتعالى على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء وما دار بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء استنبطوا من هذه الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل رحلة أو معجزة الإسراء والمعراج ومن ينكر ذلك ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن بعضها وفي السنة بقيتها ومنكر المعجزات ينكر المعجزة الكبرى الخالدة إلى يوم الدين وهي القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم معجزة الإسراء والمعراج معجزة شق القمر معجزة تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة معجزات كثيرة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها جاء في كتاب الله عز وجل وبقيتها جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات الإيمان والتصديق أن نؤمن بالله وملائكته ورسله وأن نؤمن بما جاء على هؤلاء الرسل وأن نؤمن بعصمة الأنبياء من الوقوع في الزلل وأن نؤمن كذلك بمعجزات الأنبياء فمنكر ذلك إنما أنكر معلوما من الدين بالضرورة وبالتالي فهو كافر جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ